أهلاً أهلاً مرحباً يعني قانون المهم يأتي في وقت يشهد انطلاق العملية الشاملة للقضاء على الإرهاب ما هي أهمية هذا القانون وتفاصيل ومدى فائدته أيضاً لأسر الشهداء والمصابين أولاً بسم الله الرحمن الرحيم يعني إذا ما تحدثنا عن حقوق الشهداء والمصابين وزويهم في مختلف المجالات سواء كان هذا الشهيد أو المصاب ينتمي إلى القوات المسلحة أو إلى الداخلية أو مواطن مصري يعني كما قلت في الجلسة لا يمكن بحال من الأحوال أن كنوز الدنيا تساوي قطر الدم واحدة من الشهيد ولا يمكن كنوز الدنيا أن تعود زوجة فقدت زوجها أو بنت أو ولد فقد أبوه وإنما القانون محاولة لتضميط الجراح ومحاولة لمساندة أسر الشهداء وأسر المصابين اجتماعياً وصحياً وثقافياً في كافة المجالات تلك هي فلسفة القانون الذي جاء فيه 3 مواد اصدار و19 مد نعم يعني سيادة النائب متى من المتوقع سيتم الموافقة على القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب وبداية تطبيقه بشكل فعلي اليوم ناقش المجلس مواد القانون من حيث المبدأ ثم انتقلنا لمناقشة مواد القانون مادة مادة ووافق عليها المجلس ثم الأجراء القانوني أن يتم عرض هذا القانون على مجلس الدولة إذا كان هناك أي ملاحظة ويعاد للمجلس للنزق فيه ثم يعرض على الجلسة العامة للحصول على الموافقة النهائية نعم الدكتور عبدالهدي القصب الرئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً